شد رحاله من الهند إلى الولايات المتحدة ليرعى حفيده فأصبح هو من يحتاج الرعاية سوريش باتيل أب وجد أصيب بالشلل الجزئي جراء تعرضه لقوة مفرطة على يد ضابط في الشرطة حين طرحه بعنف على الأرض ولا من سبب إلا أنه لا يجيد الإنجليزية لم يكن مضى على قدومه سوى أسبوع وخلال مشيته الصباحية ارتاب به أحد الجيران فاتصل بالشرطة وصل أفراد الشرطة وشرعوا باستجوابه ولم يكن قادرا على فهم الأسئلة أو الرد عليها فهو لا يجيد اللغة بينما كنت أتمشى سمعت صوتا فتوقفت اتجه نحوي فقلت لهم بيتي بيتي رقم 148 رقم 148 وأشرت نحوه إلا أنهم قبضوا على يدي وفتشوا جيوبي سقط منذيلي فطرحوني أرضا إيريك باركر الضابط المسؤول عن الحادث ثم فصله وتوجيه تهمة الإساءة من الدرجة الثالثة فضلا عن تهمة استخدام القوة المفرطة القضية عرضت للحكم مرتين ولكن في كل مرة يفشل المحلفون في التوصل إلى قرار ويقول باركر إنه لم يكن يقصد إيذاء باتيل ولكنه تصرف وفق مبدأ السلامة بعدما لم يستجب لما يطلب منه من ذلك كعذر في دفاعهم وذلك يصيبني بخيبة أمل ويقضي باتيل وقتا ممتعا مع حفيذه فيما التحقت زوجته به مؤخرا ويصر على المقاء في أمريكا على الرغم مما حدث باتيل يمر بفترة نقاها مستقرة ولكن لا يعلم ما إذا كان سيستعيد صحته كاملة كما كان ترجمة نانسي قنع